والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وحياكم الله في مراجعة جديدة لمنتج من شركة سعودية سابقا أعلننا عن هاتف عزوم ديزر 2 وبعدها شركة عزوم جابت لنا سماعات عزوم بودز أما الآن شركة عزوم فاجأتنا بالمنتج الثالث وهو عزوم واتش أو ساعة عزوم في البداية خلونا نشوف وش في داخل الصندوق قبل ما نفتح الصندوق نشوف ألوان الساعة الساعة تجي إما باللون الأبيض أو باللون الأسود إذا فتحنا الصندوق تجينا الساعة من الوسط وعندنا السوارة الخاصة فيها وإذا شلنا هذه الطبقة يطلع لنا شعار عزوم 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 حاطين فيه مدخلين هنا أو درجين صغيرة الأول حاطين فيه غيار باللون الأسود للسوارة زي ما تشوفون نفس الكلام في الساعة السودة جاي معاها سوارة إضافية باللون الأبيض وهذا دليل البدء باللغة العربية وهنا شعار عزوم طبعا موجود باللغة الإنجليزية وبالعربية وهذا شاحن الساعة بالـ USB والساعة من الأسفل تدعم المغناطيس على هذا الشاحن خلنا شيل الساعة اللي معي أنا في البداية استغربت ليش موجود سوارة بيضة وسوارة سودة في كل الساعتين مع أنه الساعتين يعني من خارج الصندوق واضح أنه وحدة باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود لكن اكتشفت أنه نفس الساعة من الجوانب لو تلاحظون اللي يجي معاها اللون الأبيض سوارة تكون باللون الفضي أو الناكد زي ما تشوفون العاكس أما الأسود حتى البدي الخاص فيها من اللون الأسود طبعا جميلة جدا ولو شفناها من الخلف مكتوب عليها عزوم واتش من الأسفل موجود المستشعرات اللي هي خاصة بالتقنيات اللي تدعمها هذه الساعة خلونا في البداية نتكلم عن عمر البطارية البطارية فيها تدوم ما بين خمس إلى عشر أيام بحسب استخداماتك يعني إذا فعلت كل الخواص فهي بتدوم معاك إلى خمس أيام إذا استخدمت الخواص اللي أنت تحتاجها مثل تتبع القلب الخطوات فقط تشبع الأكسجين يعني بعض المواصفات فهنا بتقلل استهلاك البطارية وبنفس الوقت بتعطينا وقت أطول إلى عشرة أيام شكل الساعتين جميل من الخارج ودائري وهذا المقاس هو 42 مم وطالما أنه الساعة من شركة سعودية فرح يكون الاهتمام باللغة العربية وهذا اللي أعجبني في كافة تفاصيلها خلونا في البداية نشوف واجهة الساعة لو رفعنا من الأسفل راح نحصل الطقس عندنا الخطوات يحسب لنا الخطوات وأيضا المقاييس الحيوية للقلب أو للنوم أو للجري عندنا خيارات عدة مثل ضغط الدم هذه بعض الخيارات اللي يعطيناها عندنا ضغط الدم عندنا كهرباء القلب وأيضا الأكسجين في الدم وفي أيضا ضربات القلب وش عندنا أيضا من الخيارات عندنا اللي هي الأنماط الرياضية زي ما تشوفون الأنماط الرياضية فيه الجري ركوب الدراجة فيه المشي فيه السباحة عندنا أيضا لو ضغطنا على الزر اللي موجود بالوسط هنا رح يعطينا أنماط أكثر لممارسة الرياضة وهنا خيارات لتغيير واجهة الساعة إلى أنماط كثيرة طبعا نقدر عن طريق التطبيق نحمل واجهات أخرى غير اللي موجودة في الساعة إذا سحبنا من أعلى رح يطلع لنا البطارية وأيضا نقدر نتحكم بإضاءة الساعة نجي الحين لموضوع التطبيق التطبيق متوفر على كلا نظامي التشغيل الأندرويد وعلى نظام الآي او اس فنقدر نربطها عن طريق البلوتوث لأنها داعمة للبلوتوث في أحد هواتفنا سواء الآيفون أو أي هاتف من الأندرويد ونربطها بتطبيق زوم واتش والحين بفتح التطبيق زي ما تلاحظون الآن طلع لي تحديث البيانات بالأعلى عدد الخطوات وأيضا النوم ضربات القلب الأكسجين في الدم الكهرباء الأكسجين في الدم بالإضافة إلى التمارين إذا كنتم يعني ما أخذ التمارين وعندنا أشكال الساعة طبعا هذه الأشكال نقدر نحملها عن طريق التطبيق كلما توفرت أشكال جديدة نضغط عليها ونحملها عندنا حسابي طبعا بعد التسجيل يطلب مننا أن ندخل بياناتنا الطول الوزن نوع البنية الجسدية وبعدها يبدأ يأخذ المقاييس عشان يضحها في الساعة لو ندخل على الأجهزة بنلاقي تفعيل خاصية إضاءة الشاشة بمجرد رفع اليد تفعيل الإشعارات أيضا تفعيل خاصية تعقب نبض القلب طوال اليوم وعندنا بالإضافة أنه جاسي يطلع لنا كم الطاقة فيها والبيانات إذا كانت متصلة وبس خلصنا مراجعتنا وتكلمنا عن ساعة عزوم واتش من الشركة السعودية عزوم أتمنى أنها أفادتكم هذه المراجعة سعر الساعة 299 ريال سعر منافس في السود جودتها بالنسبة لي أنا أشوف جودتها جدا رائعة بالإضافة على المميزات اللي موجودة بداخل هذه الساعة من الخطوات ومن تتبع النبض والأكسجين ضغط الدم والكهرباء في القلب وغيرها من المميزات الأخرى بحط لكم في صندوق الوصف رابط يوديكم على موقع شركة عزوم ورابط ساعة عزوم واتش حتى تقرؤون كافة المواصفات هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر